موسيقى ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة ودلوقتي هنبدأ في وصفة سبرينج رولز عشان زينة صديقة برنامجنا طيب أنا هقول المقادير وطبعا أي خضروات حضراتكم تفضلوها تستخدمها طيب عندنا سبرينج رولز بالخضار عندي جلاش أو رقائق سبرينج رولز لو ما فيش رقائق سبرينج رولز هنجيب الجلاش طيب عندي كوسة شريح وجزر بصل كابوتشي اللي هو الخاص ينفع أو ينفع وينفع مكانه كمان الكروم أحمر أو أبيض ينفع عندي توم كمان مفروم عندي زنجبيل وده اختياري مكعب مرأ خضار دبس رمان وملح وفلفل هقدم معاه صاص لطيف قوي عشان هو للأطفال مش عايزة حوط ايه معا نقدم كاتشوب لو ما حابين نعمله في البيت أو حاجة لطيفة أو هقدم لهم زبادي بمايونيز عندي معلقة مايونيز على علبة زبادي عصير لامون شبط مفروم توم بودر وطعم هلهم ويأكلوا حاجة مفيدة يغمسوا بيها الصوص الحلو أو الرقائق بتاعة السبرينج رولز دي طيب أنا هبدأ كده مع حضراتكو هنا بسخن توصع على النار هحط فيها بسم الله معلقة زيت زيتون ويأخد أول حاجة التوم المفروم كده التوم ده من الحاجات المهمة جدا مكونات بتاعتنا بسيطة لكن تقدروا تحطوا بقى مشروم تقط تحطوا قرع عسل يتحطوا هنزل البسلة حضراتكو تحطوا بقى كوسة فلفل ألوان أي حاجة من خضار المحبة بيكم مفيش مشكلة خالص ويأ الكوسة ممكن القرع كمان مكان الكوسة لو مش يعني ممكن حاجات كتير وحط كمان الخاص تستوربوش هلبس كده اللبس وحنبدأ بقى نشوح الحاجات الحلوة دي ونلفها مع بعض رشت طبعا ملح وفلفل بس أنا قبلها حط مكعب المرأ الخضار ده مكعب خضار بيدي فاست وطعم حط كده معلقة من دبس الرمان لو عندنا كرات نحط رشت ملح وفلفل حاجة بسيطة عشان أنا عندي مكعب مرأ وفلفل هنقلب تقليبة حلوة الخضروات دي عايزة أقول لكم كمان بيليق معها قوي الكروم الأحمر أو الأبيض يتدي طعم حلو قوي لسبرينج رولز زي أحد الأماكن الإيل المحلات الصينية أو المطاعم الصينية يستخدمون كثير قوي في السبرينج رولز بتاعهم يعني على قد ما هو بيعد من المقبلات أو الحاجات السناكس يعني إلا أنه في مجموعة خضروات حلوة جدا مفيدة جدا ومشبعة فيه ناس بتعملوا بالنودلز الجلاس نودلز اللي هي الشفافة دي بيعني نروف المطاعم كده أنا بوري حضراتكم هنا بصوا اللانشون شايفين اللانشون هنا الفراخ واللحم الفراخ بدأ بصوا يتماسك اللحم تقريبا بقي له حاجة بسيطة عايزة أقول لكم رائع شوفوه ممتاز هو من ربع كيلو من صدر فرخة ومن ربع كيلو من اللحم عملنا حاجة حلوة طبعا هقلب كده الصوص اللي أنا ممكن أقدمه السون قلب تقريبا حلوة كده مش عايزة بقى خلاص أخلي الخضروات دي تبقى ولدان يعني مش عايزة تستوي مية في المية خلاص هقفل بقى عليها كده وإيه أشوف بولا أجيبهم فيها هنا علشان نصب فيها الخليط كده وبعدين وبعدين هوري حضرتكو شكل الرقائق بتاعت الاسبرينج رولز هي بتتباع شكل مربع ده بتتباع كمان على فكه مش بس في السوبر ماركت فيه محلات اللي هي بتبيع الكنافة وال الحاجات اللي هي المعجنات بتوع الكنافة والناس دول بيبعوها بصوا اهي بتبقى عاملة كده شكلها مربع كده بتبقى رؤياء كده زي ما حضرتكو شايفين اهي منحطها أنا بقى عشان يعني بحب قوي أأكد على موضوع خليط اللسق ده فبحب أخد كده معلقة دقيق صغيرة كده وعمل بيها اللازق بتاع السبرينج روز عارفين هم بره مصري بيعملوا بايه اه بالموز هقولوكو دلوقتي كده بيه بيجيبوا الموزة ويقشروا بينها جزء ويعملوا بالموز اللي يلزقوا بيه شفت كده حد شاف مش مصري بيعمل ديه في احد المطاعم فقلت اقولها اي معلومة جديدة بحب اقولها لحضراتكم بصوا كده بعمل شوية من الدقيق معه الميا كده 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 هناخد شوية من الحشو طبعا يفضل انه مايبقاش في ايه السوائل يعني وطبعا اذا ده حصل يبقى حضراتكم ممكن تحطوا معلقة نشا او معلقة دقيق هنيجي عند الجزء الاخير ده وهاخد كده بضاهر المعلقة وهعمل كده كده ونلزق كده هان نعمل تاني وبعدين هنوري حضراتكم واحدة او اثنين بالجلاش طبعا احنا منطلعه يفك من قبلها المحلات اللي بتبيع الحاجات الكنافة وكده يعني بيبيعوه برضو بيعملوه بس ممكن يبقى ايه مش رفاية قوي كده بيقى فيه سماكة شوية بس الميزة بقى فيه عارفين ايه انه بيبقى فرش يعني العجينة طارية فرش لسه خلاص فيه ناس بتلفوا كده من الاول وبعدين تقفل دول انا عشان هي صغيرة اللي بتتباع عند بقى المحلات دي بتبقى اكبر من دي شوية فبينفع تعملوا فيها الخطوة دي اهو منلف كده ونرول ونيجي عند الجزء الاخير ده زي ما اتفقنا هنعمل كده 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 ونقفل اهو اهو يروحي هناخد هنا بقى الجلاش خليني اواري حضراتكو من الجلاش لو عندنا جلاش ومعندناش سبرينج الروز مش هنعمله يعني لا هنعمله شايفين هنا بسم الله الرحمن الرحيم ها قطع هاعمل كده بالنص وهبدأ النصين دول هافصلهم هاشيل جزء بقى تقدروا حضراتكو تشلوه في وقت تاني ونازم يتغلف عشان ما ينشفش وهعمل دي كده اهي بس بقى في الجلاش هحط ورقتين فوق بعض شايفين ازاي اهو اصبح كده هماشي الكلام طيب هاخد من الجلاش عشان برضه بقى عملت مع حضراتكو ورقتين كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اصبح كده شوفوا بقى دي ايه كبيرة سانة ها بتاع تجلاش دي كبيرة سانة اهو وده عشان خاطر عيونك يا زينة خليني اقلب كده نعمله بس ذهبي اللون ويقرمش خلاص وهعمل كده وهاخد دي وهنلف عادي جدا اهو وهاجي عند المرحلة الاخيرة وهعمل كده وهرول اهو خلاص يبا احنا كده عملنا من الجلاش عملنا من رقائق سبرينج رولز اهي نقلب بس دي على الظهر كده تاكلوها بقى سخنة بالهنة والشفة مع صاص جميل تتقدم زي ما احنا مقدمينها في الطبق كده وكمان نقدم زي معاها الجلاش بقى يفضل يفضل يدخل الفريزر قبل ما تحملوه بس لانه لقائق سبرينج رولز مخصصة لانها تطلع في وقتها طبعا هنشيل دول زي ما قلت لحضراتكم كده مش هرميهم دول بقى لو تبقوا معايا وحتى مش عامل بيهم سبرينج رولز اقدر اعمل بيهم كيكة كيكة الجلاش استفيد بيهم ورجعهم تانى في الفريزر ما يجررهمش اي حاجة تسلم اديك سبرينج على الهواء والساندوتشات اهي قدام حضراتكم وهاعمل كده هشيل حبات السبرينج رولز دي اهي الزهبية اللون وادي ساندوتشات قدام حضراتكم عمناها بلانشون البيتي وادي اللي بالجلاش اذا ما توفرش سبرينج رولز يعني عجينة سبرينج رولز اهي بصوا هفتح لكم واحد اهي بصوا الجمال الله 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 يعني نقدر نعمل حاجات جميلة للولاد نفتح نفسهم اهم حاجة الصوصات يا ريت بلاش نجيب صوصات جاهزة كتير كتير برضو لانو خلوا بالكوا المواد الحافظة دي بتتحفز الدول في جسمهم بتخليهم يحوشوها يحوشوها مش حاسية في السن الصغير وفجأة الولاد يوصلوا 13-14 سنة يضربوا ونقل نقول ضربوا من ايه؟ ضربوا من كده ضربوا بانهم يحوشوا كل الحاجات دي في جسمهم فاحنا يريد نحط بدائل لبنة زبادي نعمل احنا المايونيس في البيت فيبقى صحي وخفيف نعمل لهم طومية حاجات جميلة انا خلصت اهو بصوا كده هادي كمان الجولاش اه يا حبيب قلبي بصوا بقى الصوس بسيط جدا جدا اسمحولي هاعملوا هنا هادرب بس الصوس ده مع بعض اسمحولي افصل بقى خلاص هنا عشان هي الصفارة ما صفرت هنا بس الحاكم لسه ما صفرش اوه اقربت تصفر ماشي طيب هاخد كده من الزبادي وبالواسف صغنن كده بسم الله بصوا كده هنعمل هقلب الزبادي في المية بتاعته اتفقنا ان مية الزبادي دي هي بروتين المهمة بتاعه وهاخد معلقة مايونيز واحدة كبيرة مليانا حلوة كده تدي طعم وعلى فكرة حتى لما بعمل بطاطس بالمايونيز اللي في البيت اللي زي اماكن البيتزا بتباعها بعملها كده اهو طوم رشة من الشبت خليط اهو ونعمل بقى ايه السوس بتاعنا ده كده شايفين بقى الجمال ده بوصوا هاعمل كده هحط شوية السوس دول هنا وهاخد الامر دول كده ونبدأ بقى نستعد لي دكتور دينا ابو الصعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال اللي هتشرفنا وتنورني بالفقرة اللي جاية هنتكلم بقى عن كل الاسئلة اللي حضراتكو بعدتو هلنا ان شاء الله هتلاقي اجابات عليها في الفقرة اللي جاية بإذن الله اسمحوا ليستقبل دفتي دكتور دينا ابو الصعود في انتظاركم موسيقى 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 موسيقى